وزير المالية كمان قال إن الدعم ضد مصلحة البلد وأمامنا فترة صحية أربع سنوات صعبة وده الكلام اللي احنا بنقوله ده تأكيد الدكتور محمد معيت وصلت الضوء على الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا في برميل البترول اللي تجاوز حجز الثمانين دولار وانعكاسه وطن الأمح اللي من مية وتمانين دولار لخمسمية دولار وتكلم كمان على ارتفاع تكريف شحن البضايع اللي بقت على العالم كله وقال إن تكلفة لتر الدولار بقت عالية جدا وبقت في اعتمادات العام الماضي وصلت لمية وتسعة من عشرة مليار دولار وأكد الدكتور محمد معيت إن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي لمزيد من الضغط على مزانية الدولة وتوجهها في حاجات غير الحاجات اللي الدولة عايزة ترفع بها حياة المواطنين مطالبا بكثير من الاعتمادات المخصصة لها مما يضع البلاد أمام تحديات صعبة وخيارات قاسية للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية تصريحات مهمة جدا استكمالا للكلام اللي الرئيس طالب به متحدث رئيس مجلس الأوضاع النهاردة قاله دكتور محمد معيت بيقوله النهاردة تصريحات مهمة وحاجات مهمة مواطن يبتدي يفكر بقى هو فيه ايه وهيحصل ايه والكلام ايه ورايح فين عشان نبقى عارفين الفترة الجاية هيتم ايه ومحدش يلعب دماغنا ناخد الكلام من المتخصصية